متابعين الكرام أسعد الله صباحكم إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب متابعين الكرام أسعد الله صباحكم داخل الوطن وخارج الوطن لقد وقعت في الفخ ترى للي من جديد وقعت في الفخ إخوان أخوات من بعد ما شفنا أن موسى أنها كانت تأخذت واحد القرار للتنازلات وكانت بغترتاح اليوم كان شوفوها تراجعت في القرار ديالها من بعد الخرجة ديال ابنة ديالها لكن السبب الرئيسي اللي خلاها تمشي لزيارة السيجن ماشي باش تدي الولاد باش يشوفوا ببهم لأنهم توحشوا ببهم إخوان الأخوات كنشكركم بزاف على المتابعة ومشاهدة الفيديوهات فالقنات كتكبر بفضل الله والفضل يرجع ليكم خليكم معنا وياريت ما تنسونيش من لايكات ديالكم إخوان والأخوات هناك بعض المعطيات اللي ما اعترفتش بها النموسى وأنها ما غتقدرش تعترف بها كذلك غنتكلموا على بزاف ديال النقاط اللي غنوضحوا فيها بزاف الأمور وهناك ما يفيد من خلف الكواليس إخوان الأخوات أن نموسى كيف ما كان عرفوها كانت مشات زيارة ادت لوليدات دارت بهم سبا وهي عارفة الإجراءات فهي كتحاول تستحمر المتتبعين لكن كان هناك واحد المرسول اللي هي البنت القاصر كان خاصة توصل للرسالة لأب ديالها فكيف ما كان عرفوها الإخوان والأخوات أن نموسى كتدفع تمل أغلاط ديالها وكتحاول ما أمكن تلملم على قد اللي قدرت عليه نموسى اللي البنت فعلا ما بقاش عندها صبرع للأم ديالها كتشوف بأنها تقدر أنها تقادي الأب ديالها من جديد وهناك وحد الصراع في البيت اللي كبير بزاف تيتيما اللي منوض القيامة على النموسى هذ الفترة هذي وكتهددها بأنها غدا دقيقة ما تزيدش معها إلى ما تنزلتش الأب ديالها النموسى كتموت على بوكريشا ولكن نرجيسية كتستحفل بنتها وهذا الدليل على أنها كتبت عليها بزين المحاريم أنت قاما من بوكريشا دابا أنتو ما تخيلوا معي البنت نحسيت مع أبها استغفر الله العظيم والأم ما زالك أطلب من المسامحة وبغى التنازل يعني نادمة وما كرهاتش بوكريشا يرجع لها وكل شيء يرجع كيف ما كان ولكن هي رأى دمرات كل شيء بالنرجيسية ديالها للأسف وهم سلالة من العمى إلى الخالة كل شيء يمشوا وهم طلق الله يستر إخواني الأخوات كان واحد الردم اللي هو صادم لها وغدي يخليها بأنها ترجع تغير رأي ديالها اللي هو من بوكريشا التنازل اللي هو يكون كل شيء وإلا خلي الأمور تاخد مجرعها القانوني كيف ما كانت الخرجة ديال أخت يسرى وكذلك كان نفس الكلام اللي موثق ومن الأب ديالها بأن تنازل يكون كل شيء لكن موسى كان عنده وحد غارض هو يكون تنازل بينها وبين بنتها وبينها وبين بوكريشا ولوبنا مسكينة تدفع التمن ديالشيحواج اللي لا دنباليها فيهم فهذا أراه ولا واضح بين أنه انتقام فكيف ما كان عارفوها الإخوان بأن القضية ديالاتجار في البشر اللي هي فعلا قضية كبيرة وجينايات فالإخوان والأخوات بالنسبة هالقضية اللي سعاد كتقول بأنها فعلا متمسكة بها فكان عارفو بأن في البلد ديالنا البلد من الحبيب أن قضية التجار في البشر كانت عندنا قضية وحدة والتحكمات فيها لكن للأسف هنا الإنسانة هذي اللي كي تهيئ لها فعلا أنها قضية البشار فعلا قضية اللي قامت بها لأخت لبنا فللأسف فعلا النموسى ضغط لها الحلوفة لأنها لا باعتشرت في هذه البنات ولا داتهم لدير الدعارة ولا خدمتهم في القوادة ولا حتى شي حاجة كيف ما نعرفو الإخوان والأخوات كذلك الأخت لبنا عندها ما يفيد بخصوص هذا الموضوع اللي احنا كنا كل شي واضح وبين عندنا بأن هذي البنات كانوا فاتحين قنوات قبل ما تجيلوا بنا وكنشوفوا البنت القاصر إلى يومنا هذا ما زال كتدير شي حواج اللي المفروض هي الوقت الحالي مع بنت أم ديالها ما خصوش تقوم بيهم دك الميكوب اللي أوفر اللبس احنا شفنا كل شي ما شاء الله كتعرض راسا في واحد المنسة فهد شي أشنو كتسميه فالإخوان والأخوات كيف ما كان عارفو عندنا واحد الإنسانة اللي فعلا نفسية ديالها مهتزة وما عارفاش أش كتدير من بعد ما لكت راسها تورطات في قضايا وشكايات فهي كتحاول ما أمكن اليوم على الأقل تبين واحد انتصار لأن كانت الخرجة ديالي بنتها اللي هي القشة التي قسمت ضهر الباعر فكيف ما كان عارفو بأن يسرى قالت كلمة الحق لأنه فعلا هذا الإنسان هذي علاش ما يدرش لهذا التنازل فأن موسى كتجر نفسها في واحد في واحد الغلطة من جديد كيف ما كان عارفو اللي في الشهير اللي الوقت الحالي ما شاء الله لكل شي كيتكلم عليه أن موسى لحطة راسها في واحد المأزق اللي ما كان ضنش هذي المرة غتخرج منه لأنه فعلا لوبنا كيف ما كان عارفو في قضية ديالت شهير راه فعلا ماشي طرف مدني لوبنا شكايتها منفردة وعندها تفريغات وما يفيد فالإخوان والأخوات كيف ما كان عارفو ماشي بعيد تكون موسى هي لرغبات وطلبات خامرة باش ما تشهدش في زين المحارم وداروها دوك القوالب لأنها تركتشوها والنصب كلهم بحل بحل وكل شي ديرو على قبل ميمي والموسى لطوال فاليومي موسى كترتكب واحد الغلط فادح 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 بخصوص واحد الطفلة اللي ما عندت شي دم فالإخوان والأخوات هاد شي ما بقاش كي تسكت عليه فعلا لأنه لو الأخط لوبنا توقف على هاد الأمر هذا فهاد الناس كيدربو في الشرف وفي المستشفى وفي المحكامة فخص تكون شي كاية اللي فعلا خص النموسى تربى لأنه فعلا لو ما كنت زنزون بنت لوبنا وبو كريشا أكيدا ما غيسمحوش لها تدخل الحبس عند باباها فالإخوان والأخوات كيف ما كان عارفو هي حاولة تصلح الموقف لكن للأسف إنه سكدر راسه بيلا كيف ما تبين بأنه كتدره بالتربح فهي حاولات أنها تسجل القنوات اللي كانوا كيساعدوها الخاص اللي كان معهم كامل ولكن مع أنهم كانوا كينسحوها لكن طريقة اللي ما كتعقلش على الخير كانت كتحسب راسها كتلعب واحد اللعبة اللي هي فعلا أتقدر تجي حاجة اللي هي تقدر تستغلها بهم لكن فعلا هالأطراف صدقه مطورين الإخوان وحتى هم ما كانوا كيحاولوا يشتغلها بزاف ديال الحواج وما زال غنشوفوا النموسة خارجة كتلحوجها وكتنتفش عرها وغادة تدخل مستشفى الأمراض النفسية لأن الإخوان والأخوات كيف ما كان عارفو النموسة في يوم الأيام اللي قالت لبنتها يوسرا انتي كتي كتنزلي ستروال بباك وش هدي أم يا حسرا كان كتر من هادش هنا الإخوان خاصنا واحد الوقفة ديالنموسة لإتمادات وكتطعن في النساب ديال واحد طفلة اللي ما لهاتش دمب فهدو عصابة كالهم ديالهم غير لوبنا تدخل السجن أما الجاموسة نسيت أن رجلها لتهمة تبزين المحارم وبغى تنزله إلا لوبنا ولكن الحمد لله ربي مع لوبنا دائما وأبدا فالإخوان كيف ما كان عارفو إحنا فعلا تقفى ديالنا شوهوها في المنصة المشؤومة اللي كتبقى حتى الفجر وزيدوا ديك مادة متقبون اللي ما شاء الله عليها كتبغي تستشرف علينا إخوان الأخوات هاد المنصة اللي تجمعوا فيها أكبر مشوهات كي يأكلوا في الحم نساء المغربيات على فنيات تقفى اللي عندهم وهما كلامهم كله ساقط وضرب في الأعراض والناس والسب والشتم والقدف هاد سعادكو كانت مزيانة كون عائلتها ضايرين بها في المحكامة ولكن ده بعد عرفت علش أخوتها كلهم خلينا حيث عارفينها صقعة وبنوارتها شابها عماتها اللي يعطيها عقل فالإخوان والأخوات ديك البنية مسكينة اللي مازال ما بغوا يقيلوها عليهم بنت ملائكة مايبقوش يدخلوها في أمورهم الشخصية فحشو ما راح بنت تكبر وتشوف هاد شي عيب ويكون عندها أصدقاء وتمشي المدرسة واحد النهار وتعيش وسط الناس والجيران وحي ومدينة وبثاف دي الحويج يعني ما كي راعي لهذا الشي كيشوفوا غير مصلحتهم والبز وفلوس الأدسنس والمشاهدات وتصفية الحسابات للأسف فكيف ما قلتها لكم أنها مساقت لتها الغيرة فاش رجلها فعلا تزوج عليها وعيش واحد الحياة السعيدة مع لوبنا ندمات راسة لأنها ما غا تلقاش بحاله واحد الإنسان اللي مسالم وكان معاونها على الدراري وهي مقابلة غير الدوران والصحابات ومن دار الدار وكان شي مسخوت كون حتى تستلبلة تقرقيب وشدات تقارة لكن ندم خلها تقلب على أي سبب باش تفرقوا على لوبنا وراكم شفتوا من الأول وهي تقلب على التهم الباطلة من تحرش اغتصاب تجارة في البشار ويعلم الله الجي في الطريقة الإخوان تهمة التجارة في البشار لحد الآن لم يتم الحكم بمجابها في المغرب إلا مرة وحدة فقط في ملف الريسوني مرة واحدة فقط يعني هادو كيحلمو بتوبوت التهمة على السي محمد ولبنا غير كيخربكو دابا غير أجيو قول التجار بالبشار حتى الطيب مع عروستو قالوا الاتجار بالبشار السيد مدابز هو مراتو هو مرات والدو فحلقع البيوت والأوصار المغربية وهم قالك لاوه الاتجار بالبشار بحالة الهبيلة لدينا موسى الإخوان والأخوات كيف ما شفنا فنبغي نخليكم واحد المقطع اللي غنبغي ديما نبقى ونذكروها به شي حاجة أنا شي حاجة أنا مقررها راتيو حمي غير لقراراتي في أي حاجة في فراج اللي دلولت مع الولاد في أي حاجة موسى أنتو أنا بينه بينه مشكل بلا عاكم ديك الاستفزازات هوا 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 آه هوا هوا مثلا نقول هوا اليوم الدين لا حول القوة إلا يبن لك فعلا الإخوان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إحنا عندنا واحد السيدة اللي خصت بشي التعالج آه نفسيا فهي فعلا كتحاول أنها تستغل هذه الفرصة هذه وكتقول لك هي غات بشي تدير شهادة طبية وبأنها باتشهادة غات تقول بأنها مضرورة وبأنها تآدات فكنضن هاد الإنسانة آدات غير نفسها لأنها فعلا كل نهار كتخرج لنا بكارتة وبفضيحة كبيرة وكترحلنا المجتمع المغربي ف احنا كنعرف بأن فعلا آه هاد الإنسانة اللي اليوم كنشوفها غدا جاي المحكامة كتحاول تبين بأن لبنى اتصلت بها حقا خايفا فما تنساوش أنه كان سبق واحد الاتصال النوموسى وصديقة ديالها مع لبنى كانت هناك مكالمة جماعية وتوضحت بعض الأمور وكذلك تكلموه على بزف ديال الحويج وعلى قبل بنتها فلبنى اتصلت نوموسى علق بالابنى ديالها فكذلك كنظن هاد المرة هادي غتكون اتصلت بها باش تحاول أنها تلم الموضوع علق بالبنتها علق بالبنتها فلوبنى ما عندها مناش تخاف متبع المساطر القانونية ديالها والله معاها فليومة الإخوان والأخوات عندنا واحد نقطة أخرى اللي حتى واحد مرض لها البال هو أنه هاد الزوج ديال يسر اللي اليوم كيتدعم من طرف بعض القانوات اللي كتحاول ترجعوا عدول الزوجة دياله فالإخوان والأخوات هاد الزوج اللي بدك يخرج لنا بعض المعطايات اللي مفروض ما يخرجهاش ولك يحاول يحارب الزوجة دياله بالطريقة خبيتة عندكم واحد القاناة ما نبغيش نذكر الاسم ديالها اللي كان سبق لها عطت واحد المعطى فش يسرى خرجت الفراش ومشيت البرطمة اللي عطاتها زوجة الأب ديالها اللي كان هو بمتابة تهديد واللي كان هو بمتابة تحريد للزوج اللي غدا فعلا اليوم يتأكد أن هذا الزوج دار شكاية بيسرى اللي هي مستعجلة فهذه القاناة كانت خرجت بهذه المعطى وقالت ما دام هذا الفراش اللي هزيتيه فشكون أعطاك الحق دا بتشوفي شنو غيط وتشوفي شكاية اللي غدار بيك ففعلا يسرى مشات البيت ديالها اللي كانت كتسكن فيه مع الزوج ديالها هذاك حق من حقوقها أنها تمشي لذك البيت ربما نستشي حاجة ربما كتقلب شي حاجة ولكن للأسف غتلقى بأن واحد الوراق موجودين في السجور فيهم شكاية مستعجلة بيها وبالعائلة ديالها فشوفوا هاد الناس الفخر اللي حطوا في هاد الإنسان فتأكدت أخويا بأن دكشي اللي داته سعاد غدي حتى انت كذلك ديال الرجوع هادك واحد طماع كيبغي الفلوس واشا الرويج اللي خارجي هتر فيها وكتقولوا بأنه كيبغيها ماشي عند الشامات اللي ما خل ما قال في مراتو وانتو وانتو ما كتقولوا كيبغيها فما تستحمروش المتتبعين وما تحاولوش تضحكوا علينا فالإخوان والأخوات كيف ما كنعرفوا بأن من نصة الوقت الحالي فعلا بدت كتقول كلمة الحق ربما استفاقت فحنا الإخوان وآخوات هو أنا ضد أنه هاللعبة اللي لعبها الزوج مع هالقنوات وكونوا على يقين أنه غد يدفع الثمن غالب هالنموس لأنه فعلا أثبت أنه ماكر والحقيقة حاجة تانية بين من عينيه وبدكاء سيحقق الهدف دياله أما ذاك البيبي فله الله ودائما الأطفال هم الضحية كو كان ولد الناس ما يمشيش عند الناس اللي كتسب مراتو يتهموها بزيون المحارم ويوصفوها بأبشع النوعود هو رغير شاف الموضوع في الفلوس الأدسنس خرج درقانات يستفيد منها ويعمر بسطعمه ففعلا يسرا كيفما قالت ما عنداش علاش تسحر لي لا مال لا جمال لا والو بقى فيه الحال والي قد لو ما عندك تبيت هلا هرا قلت له الواقع ديالو فهي خاصة تحجمه باش توريه انها قبلت عليها النهار اللي هو كيفما هو فما عندوش علاش يخرج يتبارد عليها فهذا هو الواقع وشان نغطي وش بالغرب ف واحد قناة الكدابة اللي هي قد تواصل مع زوهير وقد دعم زوهير جوهير واللي خرجت فعلا هي نفسها اللي خرجت كتحاول تهدد يسرا قبل ما يسرا تأكد بأن هناك شيكاية مستعجالة اللي قالت بأن يسرا مشت عندو في نص الليل فيتة 12 الكدابة الكدابة اللي كد قلكم أنا كن قلكم الحقيقة الحقيقة لأنه قال لي لأنه التواصل معايا لأنه ينمشيش عندو الماحال ومتيقة رأسها ما عرفاش بأن جوهير يقدر يبيع العجل رأس بقليها قفضت على درعين وقد والله ويدير معي تنوري نخرج فيه قني هان يا غادي يدير هابيك فعلا يزرقت بنتها ودير رأسها فيها لا حول ولا قوة الهب الله قالك مصائب قوم عند قوم فعلا فوائده الله يخط فيكم الحق فهذه الناس كان نشوفهم كيفاش يشوفهم الصمعة دي البنت هذه وكيحاربوها بالزوج ديالها وكيحاولوا أنه يصنعوا منه واحد العدو ضدها باش هما يخدموا ويتبزبزو على ظهر واحد السيدة اللي هي الوقت الحالي حاملة واحلة فروحة واحد اللي معتوه اللي سلم رقبته لعصابة الأشرار كما العادة كما عارفين اسمي الخوت فالإخوان والأخوات كيفما احنا دائما ما زال تابتين على الرأي ديالنا فهد شي كامل فعلا لو بنها مسكينا قد دفع تمن شي حويش اللي ما دارتم لا بيديها ولا برجلها مع هاد القوم الطاليمين إخوان الأخوات ما نبغيش نطول عليكم أحبكم في الله ما تنسونيش من التعاليق إلا جات على خطركم لأن هاد تعاليق شي حاجة اللي مهمة بالنسبة لي باش نبغي نشوف الآراء ديالكم بخصوص هاد كارثة والطامة الكبرى اللي كيعيش المجتمع المغربي ما تنسونيش من اللايكات ديالكم كنبغيكم بزاف شكرا لكم على متابعة ومشاهدة الفيديو لنا موعد قادم في الفيديو الجاي إن شاء الله مع معطيات جديدة والسلام عليكم شكرا